السلام عليكم كده يريد اللبس عليكم كنتم بنا تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم شاء الله غنقدم لكم السفلة ديال البطاطة اللي كي يجي رائع جدا والمذاق لا يقاوم تابع معي الفيديو من الاول تالاخر فرجة ممتعة وبالنسبة للمقاضي اللي غنحتاجوا عندي هنا 1 ربعات ديال البطاطة الكبار مسلوقين عندي 100 جرام ديال الجبن احمر مبشور عندي واحد جوج ديال البيضات البيض بوحده وصفر بوحده يعني كاتفرقوهم عندي واحد نسب كأس ديال الحليب وعندي التوابل غنحتاج واحد جوج معاق كبار ديال الزبدة وغنحتاج هنا شوية ديال الفلفل اسود او البزار شوية ديال الملح وشوية ديال التحميرة او بابريكا ودبا ان شاء الله ندوزل طريقة تحضر ديال هاد الوصفة وبنسبة لأول مرحلة كناخد هاداك بيض البيض كندير عليه واحد رشا ديال الملح وكنتلعو بطرابة الكهربائية حتى كي يضعب الحجم دياله عاد ان شاء الله غنكمل معاكم بقيات المراحل وهنا ايام بعد ما اطربت هاداك بيض البيض مع رشا ديال الملح كي يكون القيوام دياله بحلاكة وكيولي اللون دياله ابيض دبا ان شاء الله ندوزل مرحلة التانية هنا يكن شد هاداك بطاطا مسلوقة وكان بدكان معكها مزيان مزيان بالفورشيت كي ما مضح لكم صافي كان سطمر هاكتة تقريبا ما كي بقى تطريف صافي هنا يان بعد ما سريد هاداك البطاطا دبا كان دوز باش ندير هادوك التوابي اللي ذكرت من قبل جوج معلقة ديال زبدة كبار والبزار او الفلفو الاسود الملح والطحميرا او البابريكا ممكن ايضا نضيفوا الربع او القزبور ومعدنوس كي اعطي واحد لما داك رائع رائع جدا وإلا كانوا هاكا ما كيبغوشوا الويدات ديالكم ما تديروش وكن نضيف الحليب وكنبدأ كنخلط هاد العناصر اللوله مع بعضياتها مزيان حتى كنت نساجم هاد ان شاء الله غاد نضيف المقادر اللي بقتلية ومن بعد ما خلط هادوك العناصر اللولين كنضيف هاداك الصفر ديال لبيض وكنضيف الجبل مبشور احمر وكنخلط مرة اخرى هاد العناصر كاملين وهنا يا استسمح نسيت ما ذكرت ان انا غاسنا نضيفه واحد نسمي العقا ديال التوم بودرة مع التوابل انا عدتها وكنضيف هاداك بيض البيض وكنخلط غير بشوية صفت تاكي نساجموا المقادر كاملين من بعد ما موجد الخالط ديالي كنجيب هادوك اللي غا يدخلو الفرن انا استعملت هادو وممكن ايضا ستسعملوها بحال هادوك يكونوا بحال ديالي كابكيك ودهنتو ممكن ما كتشوفوه مزيان مزيان بزبدة وده بكارشون بلا شابلوه بنسبة للا شابلوه غصي ان يصاب تغير في الدار كتاخدو الخبز ودخلوه للفرن حتى كي بدك يقصح شوية من بعد كتخروه وكتحكوه في الحكاكة صافي وهي هادا بعندكم موجده صافي من بعد ما رشيت هادوك اللي مزيان بلا شابلوه كنكوب هاداك الخالط كي ما كتشوفو صافي وكن بدك نسرحو واحد شوية وده بكار اخر من الحالة كنجيب شوية ديال الجبن احمر اللي كنكون حكيتو من قبل وصافي كنرشو عليهم من الفوق صافي ده بك ندخل المول ديالي الفرن اللي كيكون مسخن من قبل على 180 داراجة حتى كيطيبوه مزيان وكيطلعو وانطلقوه ان شاء الله مع شكل نهائي وكان هادا هو الشكل نهائي ديال السوفلي ديال التطا اللي قدمت معاكم اليوم كي يجي رائع مداق لا يقاوم غير جربو ان شاء الله ما غديش تندمو عليه بسحا ورحا وكيف ديما الى عجبكم هاد الفيديو ديال اليوم خليم الياجيم والتعاليق ديالكم وايضا الى كنتو كتزور القناة ديالي اول مرة ما تردوش تضغطو على زر ابوني او اشتراك وتفعلوا الزرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر